السلام عليكم لبنات نتمنى تكونوا بخير ولا خير مرحبا بكم في القناة مرحبا اهلا في مرحبا مرحبا بالناس جداد حتى القدام مرحبا بكم اليوم ان شاء الله نقدم لكم واحد البطبط ديال الشعير يعني منقوش لكم واحد يجي في واحد مطاق يا سلام وصحي يعني انسان خصوا مرة 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 يأكل بحادة المكلة هادي انتم معارفين يعني بعدنا على واحد شوية الصراحة وبحال ديما لاعجبكم الفيديو متنسوا اشتبار راجعوا مع عائلة ديالكم مع الاصطيقاء وليبقي ما مشاركش معي في القناة يشارك معي في القناة باش دائما يتوصل بالجديد وما تنسونيش من التعليق ديالكم ومن اللايك ديالكم بش يطلعنا شوية الفيديو في المشاهدة وما نطوش عليكم بزاف ندوزو المقادر وطريقة تحضير ديال اللي بطبط هادا بسم الله على بركاتي الله بالنسبة للمقادر للبنات عندي هنا يدرت واحد زلافة ديال القمح بتنخالة دياله كان نغرب له بطبيعة الحال وعندي زلافة ديال الشعير دقيقة الشعير يعني هادو نفس الكمية بدرنا زلافة كنديرو زلافة من قمح زلافة من الشعير ودرت واحد معلقة اه كبيرة ديال الخميرة ولكن ما عمطش بزاف بحل كنتم معلقة اللارو بمواما لحسب الجو ديالكم وشو بيت الملحة ملحة كتبقى لحسب الضغ بطبيعة الحال كي قتليكم الخميرة دائما يعني كتبقى الحسب الكمية اللي كتديره والحسب الجو كيدير يعني دين ما هم عارفين كنديروا عبارنا في الدينة وددت واحد وجمعها القبار ديال الزيت البلدية ديبغي يديرهم يديرهم يمبغيش يديرهم طبيعة الحال ما يديرهم مش صافي كان جمعاتي بالمدافي يعني ما تقولوا شراء آآ قعد البنات يقول لك الله الخمس الشعير مكيستقش لي يا كيجيني صعيب انا بالعكس كيجيني ولي سهل وخاكك يعني ما فيش واحد ما فيش واحد مجهود صافي كان بقى نجمعه هكا بالمدافي كان بقى نجمع بشوية بشوية وسافي كان بقى نعطيه الماء يعني كان بقى نعطيه الماء وكندخله بعض طريقة هذي يتبقى الله لكل شي كي رفيع جن ميما زربت الفيديو واحد شوية كان بقى نزيد الماء بشوية بشوية وكان وكان ندخله بعض طريقة يعني ما كان ندركوش بزاف ولشي حاجة غير هو خاصو يجينا آآ ما يجيناش يجينا شوية مرخوف نعجينا ديالو شوية تكون مرخوفة باش كي يجينا زوين وكي يجينا محلول في هذا وكي يجينا رطب قد مرخفناه قد مرخفناه شوية قد ما يجينا رطب في الماء ديالو صافي كان قابع الطريقة هذي كان زاد الماء بشوية بشوية صافي وحتى كان نحصل على العجينة ديالي تكون كي يجينا لكم مرخوفة شوية صافي كانت وقف على الماء وانقاش ندير في الماء اشتحي القلب الرجل من بعد ما حصلت على العجينة اللي بغيت انا يعني كي قيت ليكم ما نديروش العجينة آآ قاسحة نطيوها شوية الماء حتى كد نحسوا على واحد القاوام شوية مرخوف كندهن ناكن ناخدوش طاوة ولوشي حاجة كندهنوها بشوية الماء باش ما تنسقشنا هذه العجينة هذي صافي وقد ندير عليها لما شوية عبتين من الفوق وقد نغطي علي بالسلوفين يعني في هذه المرحلة ضروري نخليه يخمر مزيان يعني حتى يتضعف لنا الحجم دياله بالنسبة لوقت يعني ما قطلش نقول لكم الوقت لحسب الجو يعني الجو كيف كد يدير دابا يعني شوية بارد كي ياخدنا شوية الوقت حتى كتبالينا الخميرة ديالنا را الخمير صافي كان نخدمو بي مهم دبا ننخليه واحد فلاصة دافية وقد نزيد نغطي عليه ونخليه فلاصة دافية كيف كتشوفه البنات دابرة خليته حتى كتضعف الحجم دياله كنناخد شوية الماء في حد زلافة وقد ندهن بها ايد ديال او شوية الزيت حتى العجينة كتكون شوية مرخوفة باش ما تلسقش هنا في اليد ديالنا كنخرجو من هذي كلهوبة اللي فيها بالنسبة باش نقرص هذا البطبوط هذا انا عندي هنا يهد البلبولة اللي كتكون رقيقة يعني ما كتمشو تشريو الشعير ديال كومو هذا كتقول له يعطيني هاد البلبولة ديال قيقة ديت قراص يعني كتكون ارق وحدة يلا كننقرصو بها هذي البطبوط هذا صافي كنناخد الخبيز ديالنا حسب القيس اللي بغيتوهم بغيتهم كبار بغيتهم بغيتهم بين وبين صافي كنديرون في هذي البلبولة هذي بها الطريقة في صراحة كيجيوا صحيين وكيجيوا زوينين انا كيعجبوني يعني ضروري من الاحسن مر مرة ناكلوا هذي الخبز ديالشعير وديالقامح يعني كيبقى صحي في صراحة مهم قديم قبل نفس الطريقة حتى كنكمل الكويرات اللي عندي دا جينا اللي عندي عفوا اشتركوا في القناة المهم بالنسبة لي انا خرج منهم صد الكويرات كيف كتشوفو يعني ماشي كبار وماشي صغار بنوبين يعني انا قدرت غير رابعة رابعة بحلقة لتونس كيلو في المجموع ديالا دائما كنتفقى الكمية لحسب عائلة انتم ماشي حل بيكم وش حل يبغيتو تديرو يبغى يضوب المقادر يضوب لهم بالنسبة مباشرة انا كنقرصهم وكنخليهم لي رتاحوا للتحاجة هذا وص صمك ديالهم يعني ماشي القاق بزيف وماشي غلاد يعني كيجي وبين وبين بطبيعة الحال كل واحد وشنو كيبغي الخبز دياله كيجي انا كيبغي ما كنبغيش يجيني شوية غلاد ممكن حاولو ما امكان غير هو هاد الخبز ديال الشعر بتورد ديال الشعر كيبغي ما الاحسن ما ترققوش بزاف كسر ما القياس يعني قد ما رققتوه قد ما يجيكم يابس يعني كارم في هذا ما كيجيش زوين يعني خبز الشعر ما كنرققوه بزاف ما كيجيش زوين يعني بين وبين البنات كيف كتشوفوا الصمك ديالهم اتمنى يكون واضح لكم صافي بها الطريقة هادي كيف كتشوفوا دبرا انا كملت البطبط ديالي فتقراس نجينا ديال الفتقراس غادي نغطي عليها واضح لها غير واحد ربوع ساعة يعني ربوع ساعة كافية من بعد ما دازت واحد ربوع ساعة نخطيس هات المقلة التقيلة هادي ديال ديالوجده يعني هاد المقلة التقيلة يعني من الاحسن طيب وفاهية كده يجي فيها مزيان كنصخنها مزيان وكنا نديرو ولا عفية تكون متوسطة ما تكونش اه مهيلة بزاف وما تكونش مجهدة غير كنحطوا البطبط ديالنا مباشرة كنقلبها يعني غير كتش الدرسة غير شوية ملتحت كنقلبها يعني بهالطريقة هادي كيجينا من فوق يعني ماشي نقولوا ارى ما فيش الفورس غادي شي تنفخ لنا وانما وخمداش الفورس غادي يجينا من فوق ان شاء الله غير لا تبعتوا الطريقة انا غادي نجح معكم اول جريبة اي حاجة بغنها تنفخ لنا في الطياب يعني غير كنحطوا هاك تقبلها صغير شوية شدراسة من اللي تحت صافي كنقلبها مباشرة صافي كنقلبها طريقة هادي يعني مرة مرة كنقلب فيه يعني مكرشو موالو الصالحة مكرش اه مكرشو لمقلالة حاجة صافي كنقلب فيها كالعفية متوسطة حتى كيبالينا تحمار وتنفخ صافي رواجد معانا كيف كتشوفوا البنز يعني كيجي مسربي وضغية كيوجد يعني زوين هاكا صافي بنفس الطريقة كنكمل البطوط اللي بقالية يعني تصراحة كان طيب بالجوج بالجوج يعني جاتني مسربيا وضغية كان ساري حتى انا مكبرتمش بزايف درتم هاكا شوية صغيرين مكن بغيش انا نكبره كسر من القياس يعني اللي كلاوحدة مكيبقى شي هاكا يشاط يعني قدرت تاكلي وحيدة حسن ما تديري واحدة كبيرة وكو ساعة كتبقيت قطعي منا وكيبقى منا شي طرف كيف كتشوفوا البنز دبرا لاني قربت شوية الكاميرا يربي يكون واضح لكم يعني كتنفخ لنا وكيجيزوين وخاوي من الداخل نتمنى يكون واضح مع الكاميرا شوية عندي مدبة وهذا والبطبوط بالشعير وبالقمح الصحي يمير في المياه وكنت منكم اللي بنا نتجربوا وكنت منكم لان في صراحة كيجيزوين كنقدموها كمعة زيت البلدية او آآ اسميتها الزبدة الزبدة بلدية حتى هو كيجيبها الزوين او الجبن يعني كل واحد كيقدموه على حسب آآ اللي بغى صراحة عزيز عاليا نقدموه مع الزيت البلدية كيف كتشوفوا كيجي محمر وكيجي زوين وكيجي يرطب يعني يقدرو وغير كيجي يكون مرتب يعني من الداخل وهذا الشعر هذا اللي يدرس معكم يعني الشعر بلدي ماشي ماشي رومي بلدي يعني لش كتشوفوا اللون ديالو هكا جو وكنتمنى من الوصفة ديالنيوهات تعجبكم وتبارت عجيبا مع العائلة ديالكم مع الأصدقاء وباقي اللي ما شاركش معي في القناة يشرفني وشارك معي في القناة صافي هدا وشكل ديالو البنات وبسلام عليكم الى وصفة قادمة ان شاء الله خليتلكم الراحة اشتركوا في القناة